السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا نشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة لجاء ان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تفسير معتقداتنا وسلوكياتنا وافكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة تحديدا هدفي من القناة اساعدكم اشحنكم بكل الطاقات الايجابية اخلصكم من اي طاقات سلبية داخل اللي بتشعروا بها بتأثر على حياتكم هدفي مش بس اوجهكم للطريق الصح افضل معاكم لحد ما توصلوا للي انتوا عايزينه لحد ما تطمنوا لحد ما روحكم تطمن لان الفترة دي فترة التفكير المستمرة والارهاق الزهني دي فترة خطيرة جدا جدا على الانسان الانسان هنا بيبقى زهنه على طول مشغول بشخص اخر حاسس ان هو في عالم تاني مش قادر يركز مش قادر يمارس حياته اليومية محدش يستسهل بالموضوع الموضوع صعب جدا يا جماعة اه الاشخاص فعلا ما بتبقاش قادرة تمارس يومها الطبيعي ولا قادرة تنجز اي شيء من اعمالها ولا قادرة اه حتى تزاكر ولا تروح كل ايتها ولا تشتغل ولا تعمل اي حاجة الشخص هنا بيبقى كأنه متلبسها مسيطر عليها فاحنا هنا هدفنا وانا هدفي من القناة ان اه افضل معكم بحيث ان ما فيش حد ينحرف عن الطريق اتجوكم للطريق الصح وافضل معاكم لحد ما تتطمنه وروحكم تتطمن الحقيقة اه فيه علامات وبالدليل القاطع بتؤكد ان فيه شخص بيفكر فيك طول الوقت احنا نقدر نستشعرها من خلال ادراكنا الحس اللي هو بمعنى اصح الحس السلسة اللي موجودة عند كل الناس ومحدش بيقدر يفعلها صح او معظم البشر ما بيقدروش يستشعره لكن فيه ناس اه عندها الادراك الحسي عالي جدا 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 وبتقدر تستشعر هذه العلامات بكل بساطة الناس الروحانية اكتر تقدر تستشعر ان فيه شخص في اللحظة دي بيفكر فيه سواء بحب او بغل وغير او حق انت من خلال ادراكك الحس وانت تقدر تحدده بكل سهولة بكل سهولة مش محتاجين مجهود ليه عقلنا اللواعي والكون بيدينا وبيرسل لنا اشارات بتوضح لنا بتبين لنا شعور الاشخاص من حوالينا ايه فاحنا لو استشعرنا هذه المشاعر والطاقات اللي جايلنا من الكون والطاقات اللي جايلنا من عقلنا اللواعي والطاقات اللي بنستشعرها من مجالنا الطاقي نعرف نحدد بسهولة الشخص اللي بيفكر فينا وعموما 99% الشخص اللي شغل تفكيرك وشغل بالك هو ده الشخص اللي بيفكر فيك وبتخاطر دايما وبيرسل لك تقاطر هو ده الشخص اللي شغل تفكيره بيك على طول عقلك اللواعي على طول بمجرد ما يستقبل الاشارات منه بيرسلك اشارات لعقلك الوعي وبينبعك ان هذا الشخص تحديدا بيفكر فيك عقلك اللواعي بيساعدك بيساعدك والكون بيساعدك انت بتشوف اشارات في الكون قدامك اعرف ان فيه شخص معين ان انت الشخص اللي بتفكر فيه وعقلك اللواعي محدده لك ان انت هتتصادف ان انت هتقابله كتير جدا في هذه الفترة هتتصادف ان انت هتشوف اسمه كتير جدا مكتوب في كل مكان حواليك لو جريدة بتقرأها كتاب بتقرأه مجلة على الحيطة في التليفون في اي مكان يفطأ اي مكان هتلاقي الاسم موجود لو ورقة طائرة على الارض ممكن تلاقي الاسم مكتوب عليها مثلا كارتون عندك في البيت ممكن تلاقي الاسم مكتوب عليها اي حاجة هتتصادف ان الاسم ده هيكون موجود عليها بطريقة غريبة وبطريقة كبيرة جدا 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 اعرف هنا ان الكون هنا بيرسلك تقاط بيعرفك بيساعدك بيقولك اصحى وفوق معايا في شخص هنا بيتخاطر وبيفكر فيك على طول انت اصلا عقلك اللواعي محدد هو لك والكون كمان بيساعدك يعني الاتنين بيساعدوك جاي لك اشارات من عقلك اللواعي واشارات طاقية من الكون ليه لان تفكير الشخص الاخر فيك بيرسل طاقات قوية جدا جدا ليك الطاقات دي مجالك الطاقي مش بيقدر يستوعبها فبتجي لك بتنتشر في الكون والكون بيوضحها لك الاشارات دي خاصة بيك فالكون بيظهرها لك الكون هنا بيبقى عامل قوي جدا جدا عشان يظهر لك طاقات الاشخاص اللي بتفكر فيك مش شرط بس بتفكر فيك بحب ممكن برضو يرسل لك طاقات في اشخاص تكون بتغير منك بتحقد عليك ما بتحبكش على طول حقدة عليك الكون برضو بتوصلوا هذي الاشارات من الاشخاص وبيظهرها لك برضو هتشوف بس انت بقى شعورك وانتي شعورك اللي بيحدد هل حاسة بحب واشطيق تجاه هذا الشخص او الشخص اللي بتفكر فيه ام حاسة بشعور عدم ارتياح وان الشخص ده ما بيحبكش وان الشخص ده غيرا منك ان الشخص ده حقت عليك زميلة مثلا جددة في الشغل او زميلة او طالبة في كلها معاك حاسة ان هي بتغير منك ما بتحبكش هترسلك هذي الطاقات صدقوني الكون بيرسلكم الطاقات وبتحسوها بتحسوها ومش الكون بس اللي بيرسلك وبيرسلك اشارات يوضح لك لا ممكن الاشخاص اللي محيطين بيت زميلة في العمل اقربك اخواتك افراد عائلتك برضو بيرسلولك اشارات طاقية غير مقصودة بتوضح لك ان فيه شخص بيفكر فيه يعني ايه يعني انت ممكن تشوف الشخص او الاشخاص اللي بيتعيش معهم على طول او اللي انت بتشوفهم كل يوم بمجرد ما تشوفهم كده تحس ان انت شايف هذا الشخص تشوف واجه هذا الشخص فيهم حتى لو ما فيه الشبه منهم لا انت شايف هم شبه هذا الشخص شكلهم طريقة كلامهم ريحتهم بتفكرك بهذا الشخص اه حتى لما يجوا يتكلموا هتلاقيهم جايبين سيرة الشخص ده كتير قدامك هتلاقيهم على طول بيجيبوا سيرة هذا الشخص هم ما يعرفوش ان انت بتحبه ولا هو بيفكر فيه لكن لا اراديا اه وغير مقصود هتلاقي الاشخاص اللي حواليك على طول بتتكلم عن هذا الشخص يبقى الاشخاص برضو بترسلك اشارات اه ممكن اه هتلاقي اه ريحة البرفون مثلا اللي بيستخدموه مقربة جدا لريحة البرفون اللي الشخص اه بيستخدموه علشان دي علامات طقية عشان تفكرك وتعرفك ان الشخص بيفكر فيك على طول هتلاقي مثلا ستايل اللبس اللي بيلبسه هتشوف اشخاص من اللي حواليك على طول لبسين نفس ستايل اللبس اللي هو بيلبسه او اللي هي بتلبسه نفس اللبس اه نفس الهيئة نفس الشكل هتقابل اشخاص كتير جدا فيهم شبه منه اه زي الوظيفة اللي بيعملها مثلا نفس التخصص بتاعه في حاجات كتير جدا 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 في هذه الفترة بتوضحلك بتساعدك بتبينلك وتعرفك وتعرفك ان هنا في شخص بيفكر فيك وبتخاطر عليك فانت هنا تعرفي العلامة القوية جدا 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 باعتبرها هي طب العلامات من اقوى العلامات ان انت يجيلك على طول اه او يجيلك شعور بالاشتياق الشديد مع نوبة من البكاء وتفتكر هذا الشخص وبتبكي وما انتش عارف وما انتش عارف انتو بتبكو ليه اعرفوا ان هنا ان هذا الشخص بيفكر فيكو بطريقة كبيرة جدا 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 عدة الحدود وان الشخص هنا اه مش بيفكر فيكو لا وبيحبوكو كمان بيحبوكو باخلاص لو ظهرت هذه العلامة اه اللي بقول عليها مع العلامات الاخرى اعرفوا وتأكدوا مليون في المية ان الشخص الاخر بيفكر فيكم احساسكم ما بيجدبش ادركوا من حسي ما بيجدبش